محطات التحلية أو التصفية الخاصة بهذه المناطق تعرضت لإجراءات غير صحيحة بإجراءات التعقيم وآخر تقرير صدر قبل يومين أنه نسب الإكلور قد تكون صفر أو منعدمة ببعض هذه المحطات لتصفية المياه بصورة رئيسية هذا طبعا جانب يتعلق بالأزمة الأزمة هي أزمة معقدة وقديمة إلى علاقة بالارتفاع اللسان الملحي من البحر وضعف الإطلاقات المائية التي تعلق بماء البصرة وكذلك ضعف الضخ لقناة البدعة وكثرة التجاوزات على هذه القناة تشكل عدم توفر ماء صالح للشروب للناس وكذلك استغلال هذه الأزمة من قبل بعض المحطات أو الحوضيات الناقلة للماء الصالح لشرب الأروا وغيرها ترجمة نانسي قنقر